اهلا بكم في تحديث جديد لحالة الطقس في مصر اليوم الجمعة الثالث عشر من سبتمبر لعام الفين واربعة وعشرين يتوقع ان يكون الطقس مشمسا ولطيفا بشكل عام في جميع انحاء البلاد في القاهرة ستكون السماء صافية ومشرقة بينما في الاسكندرية سيكون اليوم مشمسا وجميلة بينما لا تزال حرارة الصيف موجودة نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة مما يتيح اياما وليالي اكثر راحة في المساء يمكنكم الاستمتاع بغروب الشمس الجميل على نهر النيل حيث تكون الاجواء معتدلة ومريحة نتوقع مزيجا من اشعة الشمس والسحب مع مستويات رطوبة مختلفة في المناطق المختلفة في الجيزة ستكون الاجواء جزئيا غائمة بينما في الاقصر ستكون السماء مزيجا من الشمس والسحب سواء كنتم تخططون لزيارة الاهرامات او استكتشاف المعابد القديمة او ببساطة الاستمتاع بيوم مريح في المنزل فان الطقس سيكون مناسبا دعونا نتعمق في التفاصيل يمكنكم الاستفادة من هذا الطقس الجميل للتنزه او القيام بانشطة خارجية مع تقدمنا في شهر سبتمبر تنحسر حرارة الصيف الشديدة ببطء مما يعطي الناس بعض الراحة من الحرارة القاسية اليوم يمكن لمعظم انحاء مصر ان تتوقع درجات حرارة اكثر برودة قليلا مقارنة بالاسبوع الماضي حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا سيستمر هذا الاتجاه التبريدي في الانخفاض في الايام القادمة مما يشير الى التحول نحو طقس الخريف الاكثر اعتدالا هذا التغيير يعتبر اشارة واضحة على نهاية الصيف ستتراوح درجات الحرارة خلال النهار من منتصف العشرينات درجة مئوية في المناطق الساحلية الشمالية مما يجعل الجو مناسبا للنزهات والانشطة البحرية الى اوائل الثلاثينيات درجة مئوية في المناطق الجنوبية حيث لا تزال الحرارة مرتفعة نسبيا ولكنها اقل حدا من ذي قبل تضمن هذه النطاقات الممتعة ظروفا مريحة للانشطة الخارجية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات ما بعد الظهر مما يتيح للناس الاستمتاع بالهواء الطلق دون الشعور بالحرارة الشديدة بينما تصبح درجات الحرارة الفعلية اكثر اعتدالا تلعب الرطوبة دورا هاما في مدى شعورنا بالحرارة ستشهد المناطق الساحلية خاصة على طول البحر الابيض المتوسط مستويات الرطوبة اعلى مما يجعل الهواء يبدو اثقل وربما اعلى ببضع درجات من درجة الحرارة الفعلية في المقابل ستتمتع المناطق الداخلية والجنوبية برطوبا اقل مما يؤدي الى طقس اكثر جفافا وراحة من الضروري البقاء رطبا طوال اليوم خاصة اذا انتم تمضون وقتا في الهواء الطلق بغض النظر عن مستوى الرطوبة قد يواجه المبكرون في بعض المناطق ضبابا كثيفا في ساعات الصباح الاولى لا سيمة في الاجزاء الشمالية من البلاد حيث يكون الضباب اكثر كثافة وعلى طول وادي نهر النيل يمكن ان يكون الضباب كثيفا بشكل خاص من المتوقع ان يتلاشى هذا الضباب تدريجيا مع تقدم الصباح ليففسح المجال لسماء صافية واشعة الشمس الساطعة التي تملأ الافق بحلول الظهيرة يمكن لمعظم المناطق ان تتوقع ظروفا مشمسا او غائما جزئيا مما يجعل الجو اكثر دفئا يعد هذا التحول من الضباب الى سطوع الشمس امرا طبيعيا في هذا الوقت من العام في مصر ويحدث بشكل منتظم كما هو الحال دائما من الحكمة التحقق من التنبؤات الجوية المحلية للحصول على احدث المعلومات حول ظروف الضباب في منطقتك المحددة لضمان سلامتك وسلامة الاخرين القاهرة بداية مريحة لعطلة نهاية الاسبوع يمكن للمقيمين والزوار في القاهرة ان يتطلعوا الى يوم جمعة ممتع سيبدأ اليوم بدرجة حرارة مريحة في اوائل العشرينات درجة مئوية وتصل الى اعلى مستوياتها في اواخر العشرينات درجة مئوية ستكون مستويات الرطوبة معتدلة مما يجعلها تبدو اكثر دفئا قليلا من درجة الحرارة الفعلية انه يوم رائع لاستكشاف المعالم الاثرية الشهيرة في المدينة او الاستمتاع بوجبة مصرية تقليدية او التنزه في الاسواق الصاخبة الاسكندرية النسيم الساحلي يخفف من حدة الحرارة ستشهد الاسكندرية الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسط درجات حرارة اكثر برودة قليلا مقارنت بالمدن الداخلية توقع ان تصل درجات الحرارة الى حوالي 25 مئوية مع نسيم البحر المنعش الذي يوفر بعض الراحة من الحرارة ستكون مستويات الرطوبة اعلى في الاسكندرية مما يجعلها تبدو اكثر دفئا قليلا من درجة الحرارة الفعلية ومع ذلك فان النسيم الساحلي وفرصة الاستمتاع بالشواطئ الجميلة تجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة على شاطئ البحر الاقصر ايام الدافئة وليالي اكثر برودة في المدينة القديمة ستشهد الاقصر موطن العجائب القديمة مثل وادي الملوك يوما دافئا اخر حيث تصل درجات الحرارة الى اوائل الثلاثينيات درجة مئوية بينما تكون الايام دافئة توفر الامسيات فترة راحا مرحب بها مع درجات حرارة اكثر برودة مما يجعلها مثالية لاستكشاف المعابد المضاءة الهوائف الاقصر جافا بشكل عام مع رطوبة منخفضة مما يجعل الحرارة اكثر احتمالا مقارنة بالمناطق الساحلية لا تنسوا شرب الماء بكثرة خاصة اذا كنتم تغامرون باستكشاف المواقع الاثرية الغردقة اشعة الشمس المثالية للطقس على الشاطئ بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الشمس والرمال والبحر توفر الغردقة على ساحل البحر الاحمر ظروفا مثالية توقع سطوع الشمس بكثرة طوال اليوم مع درجات حرارة تصل الى اواخر العشرينات درجة مئوية ستكون الرطوبة معتدلة وسيفر نسيم البحر المستمر استراحا منعشا من الحرارة انه يوم مثالي للسباحة او الغطس او الغوص او الاسترخاء على الشاطئ والاستمتاع باشعة الشمس شرم الشيخ جنة الغواصين بظروف مثالية تتمتع شرم الشيخ جوهرة البحر الاحمر الاخرى بتقسم ممتع على حد سواء ستشهد المدينة درجات حرارة في اواخر العشرينات درجة مئوية مع سماء صافية وبحار هادئة الرؤية الواضحة ودرجات حرارة المياه اللطيفة تجعلها يوما ممتازا للغوص واستكشاف عجائب البحر الاحمر تحت الماء سواء كنتم غواصين محنكين او مبتدئين تقدم شرم الشيخ تجربة لا تنسى اسوان طقس مشمس وجاف في الجنوب ستشهد اسوان الواقع في جنوب مصر اعلى درجات حرارة في البلاد حيث تصل الى اوائل الثلاثينيات درجة مئوية سيكون الهواء جافا مع رطوبة منخفضة مما يجعل الحرارة اكثر احتمالا توفر السماء الصافية والطقس المشمس ظروفا ممتازة لاستكشاف المواقع التاريخية للمدينة بما في ذلك معبد فيلا والمسلة الناقصة تذكروا شرب الماء بكثرة والبحث عن الظل خلال الجزء الاكثر سخونة من اليوم